من الأدوار دي ايه أكتر دور بتحب؟ حرب الجواسيس والسهام المارقة وطبعاً فاتن أمل حربي ليه؟ ايش معنى دول؟ وانت قلت السهام المارقة كذا مر اه، اه، الدور ده من الأدوار اللي كانت صعبة جداً جداً نفسياً وحاجات كتير قوي يمكن مسلسل ما خدش حقه في المشاهدة بس من الأعمال اللي أنا بحبها قوي وحستها جداً أنه الشخصية صعبة وفيها تطور كبير للنهاية انت مع فكرة السينما النظيفة أن الحب بالكلام فيه فنانين بيقولك لا ما نلمسش بعض ولا ما فيش قبلات والكلام ده ولا انت مع السينما كسينما والفن كفن؟ الفن كفن طبعاً 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 ومش معنى ده أنه تبقى كده يبقى متسابع على البحري لا خالص لو فيه لو فيه شيء يستدعي إنما دايماً مش بحس إنه إن الموضوع يستدعي ده بحس إنه معمول عشان يبقى عنصر الجذب للتريلر للفيلم للحاجات فأنا مش بعمله خلاص أو من غير لمس من غير الحاجات لا احنا بنقدم حقيقة فالحقيقة كلها برضو مش لازم تتشاف بخصوصياتها الشديدة بس يعني أنت منك السلام ممكن مخرج يقولك لا والله هنا فيه قبلة مثلا هنا فيه حضن تمام بالنسبة لك ولا ممكن تحس إنه لأ أنا شخص متحفز بلاش الجمهور تغير حضن أوكي إنما قبلة قبلة فيها التأثر والتأثير والبتاع عشان نوصل بيه حاجة خلي بالك إن زمان كان كتير ده كده كان موجود بشكل كبير طبعا 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 بس حس إن الدنيا تغيرت الدنيا تغيرت طبعا طبعا ما أعتقدش إنها هيبقى لها لازمة قوي إنت وداليا ممكن تعملوا حاجة مع بعض؟ بيتعرض علينا كتير بس هو دايما اللي بيتعرض علينا بحب يكون بيضفلنا إحنا الاتنين كفنانين مش مجرد استغلالنا كزوجين إنه دايما بيبقى الموضوع كده اللي هو زوجين هي هتوهم يعملوا كده الحاجات مع بعض داليا إنت إيه رأيك فيها كممثلة؟ داليا ممثلة عظيمة وحساسة جدا وبتحب شغلها قوي قوي قوي